أكدت وزارة التجارة والصناعة أنها تشرف بشكل كامل على مزادات الأسماك والربيان لضمان سير الاجراءات وفقا للقوانين والأنظمة المعمول بها ونفت الوزارة ما يتم تدوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن البيع المسبق لكميات ضخمة من الأسماك المعروضة في المزاد مؤكدة أنه أمر غير صحيح وقالت أن جميع مزادات الأسماك تتم تحت إشراف مباشر من فرق الرقابة التابعة للوزارة ولا يمكن مخالفة الاجراءات المعتمدة لضمان الشفافية والعدالة في عمليات البيع راجية من الجميع تحري الدقة قبل نشر أي أو تداول أي معلومات غير صحيحة